اهو بسيط وبسرعة اهو طيب بصوا الخريطة الحلوة اللي احنا شايفينها دي ونشوف هم بيقولوا ايه بيقولوا يا جماعة ده بالمناسبة ده منظمة العمل الدولية دي او الخريطة دي اللي عملها دي منظمة العمل الدولية وده التقرير بتاع 2020-2022 وبالمناسبة المؤشر اللي انتو شايفينه لا يشمل الانفاق على قطاع الصح ده قطاعات تاني بصبة مصر ضمن اكثر الدول انفاقا ضمن اكثر الدول ما قالش دول العالم التالت ما قالش الاسواق الناشئة ما قالش اه مش عارف الدول النامية قالك ضمن اكثر الدول انفاقا على برامج الحماية الاجتماعية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وهي الاولى عربيا وهي الاولى افريقيا فاللي يجي يقولك وفلوس مصر بتروح فين منظمة العمل الدولية هي اللي بتقولك بيروح على خلق الناه على اهلينا اللي على قد الحال النسبة الاكبر بتروح لأهلينا ده كلام منظمة العمل فانت تشوف هنا بقى الدول اللي بتصرف على الفئات الاكتر احتياجا بص بقى مثلا من واحد لخمسين هتلاقيها ازرق غامق من واحد وخمسين لمية ازرق فاتح المية واحد لمية خمسة وتمانين دي بقى بيانات غير متوفر مصر من ضمن الخمسين دولة الاكثر انفاقا على مستوى العالم عاوز تحط مقارنات هتقارن مصر بالولايات المتحدة هتقارن مصر بالحتة بتاعة بيتش كولومبيا في كندا اهي هتليها اقصى الغرب على ايدك الشمال خالص وانت بتتفرج على تليفزيون على ايدك الشمال صح هتبص على استراليا هتبص على الصين اقسف على روسيا انت تنفق اكثر من دول كثيرة حواليك سواء اذا كان انت من ضمن الدول اللي زيك زي اوروبا تنفق على هذه الفئات النسبة الاكبر من الموازنة من ضمن اكتر خمسين دولة بتصرف على فئات اكتر احتياجا تعالى نشوف اللي بعده عشان يجي يقول لك هو انتو يا جماعة مش مكتمين بالناس الغلابة امال كده ايه طيب تعالى نشوف بنود الانفاق في برامج الحماليجتمعية عاملة ازاي 13-14 كان بيتصرف 228.18 مليار ماشي؟ طيب 21-22 انت زودتهم تقريبا 120 مليار فبقنا 343 نسبة الزيادة قد ايه؟ 50% زيادة انا شلتلك الكسور مش 50% واثنين من عشرة يا سيدي 50% ده 13-14 كان بيتصرف المبلغ ده زاد 50% ماشي تعالى نشوف قيمة الدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج تكافل وكرامة احنا عارفين برنامج تكافل وكرامة بيروح لأسر اكتر احتياجا بالمناسبة وفي 23 هيزيد هيزيد كتير كمان احنا زودنا نسبة زيادة في 22-22 لو تفتكروا بعد الحرب بتاعت روسيا اوكرانيا وفي 23 هنزود اكتر علشان نحافظ على الناس الزيادة في قيمة الدعم النقدي 13-14 كان 5 مليار جنيه طيب بص بقى 21-22 أربع أضعاف الرقم بقينا 20 مليار جنيه الفلوس بقى يا جماعة انتوا بتاخدوا الفلوس راحة للغلابة طيب طيب تعالى نشوف قيمة دعم السلع التموينية زادت 3 أضعاف عن زمان احنا الرقم بتاعنا او السلع بتاعتنا بنتكلم على 13-14 والمقارنة بواحد وعشرين اتنين وعشرين يعني طازة بطازة زي ما بيتقال ثلاث أضعاف كانت كام 35 مليار ونص حلو كده بقت تقريبا 97 مليار سلع تموينية زيادة طيب تعالى نشوف المخصصات المالية بتاعت التأمين الاجتماعي اظن ده بقى 6 أضعاف كانت 29 مليار جنيه بقت 180 مليار هو اكتر من 6 أضعاف بكسور بسيط احنا كنا 29.2 من 10 بقينا 180 مليار دي المخصصات بتاعت التأمين الصحي اه التأمين الاجتماعي انا اسف تعالى نشوف بقى ايه دعم الاسكان بتاع محدود الدخل كان صفر لا تقولي بقى لا مرسي ولا قبل مرسي ولا ديول صفر على الحميد المجيد احنا كنا على الابيض على الحديدة على البلاطة صفر وصلها ايه بص ات عايز نسبة جد ايه صفر فاصل صفر تمانية حلو كده الله عالدقة بقينا 5 مليار و 4 من 10 ده الدعم اللي بيقدم لاسكان محدود الدخل اشتركوا في القناة